مرحبا ازاكي حاج. الف مليون تريليون مبروك. سلام علي الروح. ايوا جدد. ايوا جدد. ايوا جدد. ايوا جدد. ايوا جدد. ايوا جدد. عمر اهلاوي وجدع. طوى ده الحمام. حمام. صراحة يعني. يا عام نسيبكم الحمام. لا انا 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 بنزلي المطس والله يا كابتنخال التسعين ديق يعني بعد التسعين ديق خلاص. اه كنت مده وحنا مغلوبين طبعا. بس يعني خلاص. والله انا بفرح لما شوفكم فرحانين يعني. هو دي اه اه انا كاهلاوي طبعا مش موافع لما نشد تجارية النادي الاهلي وعلى فكرة احنا فعلا مش كده يعني وده مش نهج النادي الاهلي اخو بالك كابتن الخطيب نفسه اه اعترم يعني كابتن عمود خطيب احنا فعلا مش كده كابتن خالد وحبطك اه يعني الى حد ما حيادي وعارف ان ده مش مش سكة النادي الاهلي ديني من رواحة اه تصريح اه مدحة شلبي كابتن مدحة شلبي اه اللي هو قبل المطش ده تصريح انا بصنافه يعني تصريح مش بريء خالص يعني ايه هو تصريح مش بريء او اه تحفيز او مش تحفيز ده بمتقى الحياة ده يعني اه اه سوزة مش كريش ده بس الحقيقة عايز اقولك حاجة سوزة عمود بس عشان الناس تبعارف اه اه اون خدوا قرار بان بلال علام هيعلق على اللقاء اه كابتن مدحة عارف فطلع هزه اهل هزه الكلام يعني او مش قصد رئيس النادي اه مش قصد رئيس النادي يعني ممكن يكون قصد رئيس النادي وف نفس الوقت عايز يعني يقول ايه ان اا يعايز يقول ايه انا باقربال العلام ده جاي من قناة هانية خالص اه كان في قناة ام بس بورت اه ام بسي سبورت اه البرو اسمها برو فا مي بردو انت ما بتكون في مكان انت معلق كبير فانا بقولك يا باقى علامي ويجي لك واحد من بره خالص يعلق على المطش كأن اللي من بره ده حسن منك مئة مرة بس هو قال حتة يا كابتن قال أنا جاي القناة هنا عقدي مش معلق أنا جاي مزيع يعني أنا مقدم برنامج يعني أنا مش هتفرق معناه يعني أنا معنى كلامه بلد على كلام حضوطك يعني لو هو معنى كلام بيه طب بيعلق ليه بقى طب هو هاي سأقلك سؤال لو علق بياخد فلوس ولا ما بياخدش فلوس يعني هو لو عقده مقدم بس البلاد كان عايزين في الدين مسيه مش في الأون هكابتن في الأون لا في الأون والله أنا في تقريب مع الله أعلم الله أعلم أكمل أنا ولا إيه تفضل تفضل واي من اتكاشف اللي زيعة تقريبا في البلاد في أون تقريبا صوته أول أو تاني تفضل أول يعني عموما عموما هو تصريح مش بريء تمام سوز أحمد الشريف حلقة مبرح أنا كنت عايزة هنيك عليها حلقة جميلة جدا ربنا أخليك خالق جلال جميل شخص محترم جدا آآ كلامه في منتهى الاحترام على العبت الأهلي واحترام الخصم يعني كانت حلقة جميلة يعني بكل المقاييس أنا بهنيك عليها ربنا أخليك صعب آآ عايز أقول لك كابتن خالد أنا في تغييرها مبرح كانت خوفتني في المطش مش عامل المطش مبرح ولا أول مبرح أول مبرح أول مبرح آآ تغييرت آآ ايمن حسني بعنطر أنا يعني كنت تغييرها الآن منها جدا التغيير ده لو كان موفق كان هيعمل مشكلة كبيرة آآ لا عنطر كان وحش على فكرة ما نزل أو كان الان أو كان خايف لو كان موفق التغيير أنا أحسني يا كابتن أنك تطلع أيمن حفني وتنزل عنطر والعبت الأهلي كانت إلى حد ما استهلكت وبدأ برضو يبقى فيه إخباط آآ لما ينزل واحد آآ زي عنطر كده عنطر سريع كان يعمل مشكلة آآ آآ طبعا معي صحيح خلاص كده أنا بركتلك وأرخم عليكم بقى فضل ناتفضل آآ دي بقى رسالة ارجع بقى لطبيعتك بقى ارجع لطبيعتك آآ آآ مازي أدي رسالة الجمهور الزمالك يا كابتنخال الزمالك معايا آآ معايا الزمالك لما لعب كويس وأداءه كان كويس ومدربه كان كويس والأهل كان متعالي كل دي ظروف كرة الزمالك كسب يا جمعة جوه الملعب كان فيه لعيبة بتلعب وبتقدي بأداء قوي بعيدا عن أي مؤثرات تانية الزمالك كسب آآ هو ده يعني هي دي المشكلة دي مشكلة ناد الزمالك المشكلة كان فيه ناد الزمالك آآ يعني بعيدا بقى عن فكرة المؤامرات والدولة والتحكيم والإعلام والكلام ده اخوانا ركزوا آآ في الملعب هتعملوا نتائج آآ الكرة جهد وتركيز وأداء سيبك من الكلام التاني آخر نقطة عايزة أكلمك فيها موضوع جنش وآآ الشلناوي مش مقارنة يعني هو بس جنش طبع مستوى أنا 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 مقتنع بجنش جدا من قبل المطش ده آآ ردا على سوز أحمد الخضري آآ ما ينفعش ان احنا نقيم حارس بمطش وأنا برضو من رأي كابتن خالد الكرتين قريبين قوي يعني الكرتين تقريبا على خط الستة ياردة آآ مهما كان رد فعل الحارس طب يا سوز صعبة صعبة طب تقيم الحارس بكم مطش؟ لا بقيمه بموسم كامل آآ ايوه نقف عندي ايه؟ تمام طب ازاي انت بعد تلات مباراة ناس كبيرة قوي في الاعلام تلقيت قالتلك ان محمد الشلناوي هو المفروض كابتن عصام كابتن عصامك الهنا موجود وزيعل وقالك ان يا أحمد الخضري وخالد غنضور أولادة الزوء ان هم معترضوا على كلامي وحاق يعني ما علينا من الحاجات كابتن صمعا منك اه ماشي انا لا اما انا بكلم وانا برد عليك بقى انت الحارس بموسم او بموسم كامل مش كده اتفقنا؟ ايوه انت بترد عليك يا كابتن عحمد لا احنا كده حضرتك بتقول لي بالاعلام بيقوله كذا لا 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 انا باربط بس اصلا طبيعي ان انا انا عامل مداخلة وانا اربط بالحاجة وحاجة دي في الاعلام جائزة يعني انا بقول له حضرتك الجون اللي حارس المرمى يتقيم انت اولتلي بموسم وانا معاك طبعا متفى معاك فانا بقوله طبعا ردا على الناس اللي كان بتقول بها ثلاث مباريات اربع مباريات ان محمد شنوى حارس مرمى مصر في كاس العالم بقولهم ده مش منطقة ولا صحيح لا لا انا مليش علاقة بايه اللي مش مليش علاقة ما هي ايه يعنيها طبعا عايز اقول لك حاليا اه اه انا بقول لك عامل اما انت مل يعايز اقول لك الست عامر معلش عايز اقول لك حاجة عايز اقول لك حاجة للوقتي اللي انا شايفه اورب في الوقتي قادي يكون محمد شنوى حارس مصر في كاس العالم المعاولة معاولة علاقة. ماjo. ما عايش. مفيش حارس دلوقتي مفيش حارس يقولك انا نمرة واحد تمام toolkit طبعا يعني دلوقتي مفيش حارس تقدر تقول ايه هو عصام الحضر ما فيش غيره فانا فكرة. اเอز فهم اسف محمد عوات كويس يعني فهم أحمد الشيناوي خلاص شريف إكرامي بعيد فهو بالتالي مين اللي هيوقف؟ ما هو أنا اللي شايفه دلوقتي اللي هيوقف في كاس العالم لإلا عصام الحضري لإلا محمد الشيناوي أنا مش بعترض على محمد الشيناوي أقول إن كان بدري قوي إن انت تقول إن هو يبقى يجون مصف كاس العالم لكن وارد إنه يبقى يجون مصف كاس العالم برضا صعب برضا صعب أنا بقول لك رأي يا عصد محمد إن الحارس ما يتقيمش بمطش تمام وأنا موافق أنا موافق أه بس أخد بالك جنش جنش مش مطشة جنش في كاس مصر وقف وفي الكاس برضا أنا بقول لك أنا مقتنع بجنش من قبل المطشة ده كابتن خالد أنت ممكن أنت ما أخدش بالك بالنسبة للموضوع الحاكم المصري آخر حاكمين قطتين بس سريعا يعني كابتن خالد في بعض الزمال اللي أعلنين منك بيقول لك أن يعني عايزينك يعني تيجي شوية للزمالك أنت معي أنا بقى يعني أجلية رأي تاني خالص كابتن خالد الغندور أنت صح اللي بتعمله ده صح أنت في الآخر إعلامي مش مش مشجع فدي لازم الجمهورة يتقبلها يعني لازم يتقبل يا أخواننا خالد الغندور إعلامي ودلوقتي بقى إعلامي كبير من اللي شاف كابتن خالد الغندور وننتبعك من كذا سنة لا دي ما كانتش موجودة كان بيطلع المشجع أكثر من الإعلامي لكن اللي بتعمله ده كابتن خالد ده صح وأنا بحييك عليه آخر حاجة الحاكم المصري كلمة واحدة بس الحاكم ده الماضش ده يا صليح مد الخضري لو آآ على بطولة هلو؟ أيو أيو صح معاك الماضش ده لو على بطولة مكانش هيكمل صحيح معاك واحدة زي الكابتن خالد مش مش اللي هو أحفر مش هيكل مكانش هيكمل معاك طبعا معاك طبعا والله مكانش هيكمل ولا مكانش هيكمل الشوط الأول أصلا طبعا وحضر الحمام حضر الحمام الزبواء الجاي طبعا والمراضي عامة خروف بس تعال حبيبي 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 ممكنك حبيبي حبيبي حبيبي